دقائق فيها تصبح النفس آمنا خواطر تبيان جواهر كامنا بسالة دين ومعاني عظيمة سبيل هدى لسالكين وبينا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحيكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامج البينا عندما يتحول الإنسان عن إنسانيته وينسلخ عن آدميته وينسى الحقيقة التي إليها مرجعه ومنتهى ترى منه العجب خصوصا لو آتاه الله من المال ما يؤهله لطغيان الحياة يكتنز المال ويمنعه في وجوه الخير وهكذا هي حقيقة العدالة الإلهية مع النفس البشرية إن لم ترضى بالحق غصت بالباطل وتلك هي الرزية كلا إن الإنسان لا يطغى الرآه استغنى إن إلى ربك الرجع عنوان حلقتنا مشاهدين الكرام لهذا اليوم من برنامج البينا مصارف الأموال الزكوية نتحدث فيها عن اكتناز الأموال أو عن اكتناز الأغنياء للأموال وحكم تسليم الزكاة للبغاة وصرف الزكاة في غير مصارفها وأيضا ما يسمى بالصدقة للهاشمي والإفطار في رمضان لأجل الحرب ومن مات قبل القضاء والحج والعمر عنه كل هذه المحاولة سنناقشها بإذن الله عز وجل مع فضيلة شيخنا القاضي الدكتور محمد الوقشي طيب إذا ما بدأنا بالحديث حول اكتناز الأغنياء للأموال في رمضان بدلا من أن يصرفوا هذه الأموال وينفقونها في مصارفها الثمانية المعروفة وفي الصدقات نجد كثيرا من الناس يكتنز الأموال بل أن كثيرا من الناس كلما كثر المال لديه كلما كثر الشح والبخل مع أنه يقرأ آيات القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لكن ذلك لم يكن رادعا له حتى يصرف هذه الأموال أو في مصارفها ما السبب في ذلك وما حكم من يكتنز مالا ولا يعني يزكي من هذا المال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد هدد الله سبحانه وتعالى الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب نعيش يوم تحمى عليها في نار جهنم فيكوا بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزوا هذا النص القرآني يدل على أن الكنز كبيرا من الكبائر ولا يجوز الإنسان أن يكنز وفيه أن الإنسان إذا أخرج الزكوات والواجبات والكفارات خرج من كونه كانزا ما عاد يتبرش كانز ويخرج فيها من الإث ويتطهر قلبه من الشح والبخل ويرتفع عنه الإث الذي هو وارد وفي هذا دعوة إلى أن الإنسان ينبغي عليه أن يتحرى في إخراج الكفارات والواجبات والزكوات وصلة الأرحام وغير ذلك من الواجبات الشرعية ليخرج الإنسان ويطهر نفسه من الشح والبخل فهذا تحذير خاصة أنه قد تسأل الصحابة رضو الله تعالى لهم ما هو الذي ننفق وما هو الذي ندع فقال الله سبحانه وتعالى يسألونك ماذا ينفقون قل العف العف طبعا بش أنه يعثي من الله يعني تصدقوا بالزائد عن حاجاتك والضرورية الأصل فيها هذا لكن هذا مثل ما نقول واسع يعني هذا قد هو الفضل هو فضل طبعا لكن الإنسان يخرج من الإث ومن مسمى الكنس فيما يتعلق من أمواله إذا كان غنيا بإخراج الواجبات والكفارات والنذورات وغير ذلك مما هي عليه من الشريعة طيب شيخ خلال كريم البعض تسأل الآن لا سيمة المواطنين الذين في مناطق الخاضع على سيطرة الحوثيين يعني يقول هل يجزهم أن يسلموا الزكاة للحوثيين إن الحوثيين بغوا على الدولة وبغوا على الناس فهذا جوز أن يسلموا الزكاة لهم أم أنهم يصلي وإذا سلموا هل يجزئ نعم طيب إلى آخرة طبعا الزكاة هي في الحقيقة جاء ورد فيها القرآن الكريم بتحديد مصارفها فلم يدعها لا لسلطان ولا لحاكم ولا لشخص فقال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلف أقربهم وفي الرقاب والغاربين وفي سبيل الله ومن السبيل فريد وطمئنا الله فحدد ثمانية مصارف وجاء في أول الآية بصيغة إنما هذه صيغة حصر وقصر يعني لا يجوز الصرف هذه الزكاة إلا في هذه لا في غير ويعني فإذن هذه يعني هذه الآيات فيها نصوص آية فيها نص واضح في أن هذه المصارف لا يجوز في غيرها ثمانية مصارف مصارف فلا يجوز أن تبنى بها المساجد ولا ترصف بها الطرق ولا يعمل بها إنارات ولا يبنى بها أي بنى تحتية ولا أي شيء فعل خير غير هؤلاء ويركز فيها على الفقراء والمساكين وتحرم الزكوات على بني هاشم معروف عند الفقهاء أنه بنوا هاشم لا يجوز لهم أن يأكلوا هذا إذا كانوا فعلا هاشمين أما الآن هم الذين بيأكلوا للأسف أنه تنسبوا وهذا أنهم يريدون أن يتمسكوا بالشريعة وبعد ذلك يأكلون ما حرم الله مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن آل البيت لا تحل لناش الصدقة فالأصل يتنزه عن أكلها فإذا أخذوها أي جهة كانت أنا الآن أتكلم عن أي جهة حاكم ظالم ولا عادل سالح ولا فاسد مهما كان إذا كان سيأخذها من المواطنين ويردها على الفقراء والمساكين سيأخذها من الأغنية ويردها على الفقراء جاز إعطاء الزكاة له لأنه غير وساطة أي دولة أي ولاية أي سلطة هي غير وساطة فقط إذا كان هذا الوسيد أمين ولو الحاكم ظالم وسيأخذها من أهلها من أغنية ويردها على الفقراء جاز له وجاز لي أن أنا أعطيه وإذا أعطيته سقطت عني سواء كان عادل ولا غير عادل هذا هو المعنى فإذا كان عادل فرض مثلا لو فرضنا طبعا مع أنه ما يعيش عادل لكن لو فرضنا شخص عادل وأخذ الزكاة وصرفها في غير هذه الثمانية لا يجوز إعطاء الزكاة له ولو كان عمر بن عبد العزيز مع أنه أشهر من اشتهر بالعدل للأم الإسلامي عمر عبد العزيز لكن مع ذلك إذا كان هذا الشخص مهما كان محترم مهما كان فاضل مهما كان كذا إذا كان لا يصرفها في مصارف الشرعية أو يصرفها في غير مصارفها مثل ما هي الآن موجودة في السلطة المحلية أن يفعلوا بها الإنارات والمدارس مع أن هذه ليست مصارف بإجماع فهالأصل فيها أنها لا تعطى لهم ولذلك الأصل في الزكاة أنها لا تورد إلى المالية لا تورد إلى المالية حق الدولة أصلا الأصل يفرز لها يعني جهة تجمع تجمع المال حتى لا تدخل من ضمن وازلتها الدولة بالأصل لأنها ليست مصدر محاضر موازنات الدولة من حيث يهم بل تجمع على الأصل أن يكون لجنة أو جهة أو هيئة أو يسموها ما شاء تجمع فيها هذا الواجبات الزكاوية وتصرف في مصارف الشرعية ولا تدخل في ميزانة الدولة أصلا ولذلك في عصر بني أمين لما جاء شخص هو عمراء بن حصين حصين أرسله أحد عمراء بني أمين أنه يجمع الزكاة لأنه أصلا كان يجمع الزكاة في عصر النبي يوزعها فذهب جمعها من الأغنية ووزعها على الفقراء ورجع ولا عدم عشي فقال له أين المال قال أولي المال أرسلتني وأنت ما دخلك بالمال هذه زكاة أخذناها من من كنا نأخذها على هذه الرسول لا ووزعناها فيما ما تفعل بها أنت كحاكم الله كسلطة إيش دخلك أنت بهذا الموضوع أخذناها من من كنا نأخذها ووزعناها فيما كنا نوزعها حتى الرسول نفسه ما كان يشتج باله الخلافة الراجلين ما كان يشتج باله متى تجباله الزائد مثلا أنا جئت أخذت الزكاة من منطقة ووزعتها على الفقراء الفقراء استغنوا وزيت بقيما هنا يعني أخذه إلى يعني إلى أقرب مدينة أو مركز السلطة المحلية أجمع الزائد الزائد بحيث إذا كان هناك مناطق إذا كان هناك مناطق فيها فقط أحولها إلى هذه المناطق إيش الأخرى بحيث أنني أسد حاجة الفقراء والمساكين وهو مقصد الزكاة في الإسلام نعم إذن شكرا الله شيخنا الكريم فاصل إن شاء الله ومن ثم نستكمل حلقة اليوم مشاهدين الكرام سنذهب إلى هذا الفاصل ونعود إليكم نتحدث في حلقة البينة حول مصارف الزكوية وبعض الأحكام المتعلقة بالإفطار في رمضان وغيره فاصل ومن ثم نعود أهلا بكم مشاهدين الكرام من جديد ما زلنا معكم في برامج البينة مع فضلات القاضية الشيخ الدكتور محمد الوقش شيخنا الكريم تحدثتم قبل الفاصل حول اقتناز الأموال أو اقتناز الأقنية للأموال وأنا ذلك لا يجوز أيضا تحدثنا عن أن ينبغي أن تصرف الزكاة في مصارفها الثمانية ماذا عن الخمس والأموال المتعلقة بالخمس هذه ظهرت وللأسف وتم التوسع فيها مع أنها فيها نوع مخالفة وليست هي أصلا من الأموال الشرعية التي يجبها الخمس ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرار الكريم فيما يتعلق بأموال الحروب أو الأموال الغنائم في حروب الكفار ليس في حروب المسلمون حروب الكفار الكفار وعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسة هو للرسول للقبال إذن هذه المنصوص فيها هذا الذي وارد فيه أموال الغنيمة وأموال الركاز وارد فيها وفي الركاز الخمس والركاز المخصوص يريد الدفن الجاهلية يعني يجدوا كنس فيخرجوا منه الخمس طبعا والخمس هنا يعطى للدولة أو للسلطة وهذا ويوزع يعني في المصالح العامة هو الذي يعني في المصالح العامة جملة لأنه أحكى الله أحكى رسولكم في المصالح العامة ولا بأس أنهم يعطوا منها الفقراء والمساكين وإلى آخره وذو القرباء إلى آخره فهذا هي الوارد فيه لكن التوسع الذي أحدثته الشيعة الآن طبعا فلتوا الزكاة مع أنه هذه واردت في الأنفال والركاز والغنيمة هذا الذي واردت في شريعة لكن أن وسعوه جعلوا الآن في إيران وفي العراق وفي لبنان وفي غيرها ويشتويوا الآن واردوا لليمن المرتب يخرجون لك منها الخمس الصياد يصطاد يخرجون منها الخمس النفط والغاز وكذا به الخمس يعني أي حاجة مما يكتسبه الإنسان فلتوا الزكاة لأنه الزكاة يقول لك هذا محرم على بني هاشم إذن ما عن الشيش ما عاد يهتمش بمسألة الزكاة أهم شيء الخمس والذي يلاحظ الآن من الافتراضات الذي يفترضه الآن أي حاجة تلحظ في كل ما يخصم في ظروف الحرب هذا أي شيء يفعله هات زلط حق الغدي حق قد بيخذوا عشر أكثر من الخمس قدوا أكثر الربع يعني قد زيدوا فيها بشكل كثير حتى آذوا المواطنين وآذوا فيها التجار وآذوا فيها الأموال وهربت أصحاب روس الأموال مما يؤدي إلى ضعف العملة بسبب التصرفات السيئة حتى يستغلوا كورونا وغير ذلك يعني من ما يشتمش يأتي الزلط واختب ما بيشكرونه ولا يجب ما دمع الزلط حتى لو كانوا مصاهم ولو هما هم نعم طيب شيخ خلال كريم في موضوع الإفطار في رمضان لأجل الحرب هذا البعض تحدث أنه أنا في الجبهة أنا لأن أفطر متى أفطر طبعا الأصل في الإسلام أن الإنسان في رمضان يصوم ولكن فيما إذا حدثت هناك مواجهات وتعرف أنه في أثناء الحروب يعني هم بيقسم والآن لا يقسم من في رمضان الظالم المعتدي أيا كان لا يجوز له أن يفطر لماذا؟ لأن الإسلام لا يناطر خاص بالمعاصي واحد يزيد يجرم واقتل وانزل نقول له افطر هذا لا يجوز له لكن الذي يدافع عن عرضه يدافع عن ماله يدافع عن نفسه يدافع عن دفع الصائل هذا المجرم فهذا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله من قتل دون عرضه من قتل دون شهيد يعني التحديد في بعض الرئيات من قتل دون مظلمته يعني بسجرد أنا غير ظلمت قاتل دون مظلمته فهو أي شهيد فمن جاء فيها التنصيص من جهة الرواية والآية القرآن والحديث أنه شهيد وأنه جاز له هذا وقاتل وكان في قتال هذا سيبلغ فيه من المشقة والتعب ما يتعف فيها أو يضعفه عن القتال فعزيمة في حقه أن يفطر يفطر ما بمشكلة فيه لأنه محق ويقاتل على حق وهذا القتال يستدعيه قوة ونشاط ومعروف أن الصوم يوجد ضعف وذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان خرج لغزوة قريش فلما وصل إلى الطريق كان بعض الناس في الطريق منهم من صوم ومنهم من أفطر فأقرر الكل فلما قرب من العدو قال إنكم مصبحوا عدوكم غدا والفطر أقوى لكم يعني إذا فطرتم هو أحسن نعم فهناك من أفطر وهناك من صار فلما علم قال له فلان صائم فلان صائم فلان صائم قال النبي قال النبي أولئك العصاه أولئك العصاه فهذا فيه دلالة على أنه بعد أمر النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا جزء وهنا نقول النبي قال هذا القول هل باعتباره نبيا فقط ولا باعتباره نبيا وقائدا عسكريا فكذلك القيادة العسكرية الذي تقاتل على الحق والذي هي في جهة الحق والذي تدافع عن العرض والذي تدافع عن نفس يعني الذي محق مشى الجهة الباطلة فلها حق في أنه إذا قاع ستقدم إلى معركة وتعرف في الغالب الآن فيها مسافة السفر يعني يكون فيها مشقة ورأت أنه يفطر فلها حق أنها توجه ويجب عليهم فيها السمع والطاعة باعتبار أن رأيها الأمير يرفع الخلاف وهم مجوز لهم في حقهم من حيث الأصل إيش الإفطار ويجب عليهم القضاء بعضهم يقول يعني أنا قد انشغل في الحرب والمشاكل وتعرف الإنسان يكون مشغول طبعاً هذه أعذار قد تكون غير باردة يجي للرمضان الثاني وما قد قضاش يقول من هو هذا من هو هذا الذي يجلس في الجبهة من السنة لسنة هذا كلام فيه مبالغة يعني يعني مش معقول ما منزلش لا عنده لا يجلس يومين ثلاث أيام أربع أيام يرتاح هذا كلام غير صحيح وإذا فرضنا النادر والنادر لا ينبغي أن ترتب عليه أحكام في الشارع فإذا كان الإنسان بحيث أنه قد بيبقى في مكان نحن نعرف أنه حتى مع الحروب الذي الحرب لا تكون كل الفتو لسنة حرب يعني بفترات يكون فيها فترات هدوء حتى وهو الآن في مناطق مرتفعة ومناطق باردة يستطيع أنه يصوم نعم يعني في الأيام الذي ما بشيها حرب يستطيع أنه يصوم فإذا كان يعود إلى بيته وعلى زوجته ويمكث فيها فترة أسبوع أسبوعين كذلك يجب علي أن يصوم هذه الأيام التي قضاها لكن لو فرضنا جدلا قلت مقصر شخص مقصر فلم يصوم حتى جاء رمضان الثاني فاختلف فيها العلماء على قولين منهم من يقول أنه يقضي بعد ما يصوم رمضان هذا ويقضي ويطعم معه كل يوم مسكي يعني يكون يصوم وطعم كل يوم قضاء آية يقضي ويطعم بعدد الأيام التي تركها هذا القول هو رأي الجمهور لكنه ليس عليه في الكفاة هو يجب عليها القضاء نعم لكن هل عليك كفارة؟ فيها نظر فيها كلام نعم أرجح الأقوال فيها أنه لا يجب عليها القضاء فيها وأنه يكفيها يعني لا يجب عفوا لا يجب عليها الكفارة وإنما يجب عليها القضاء فقط نعم يعني الراجح أنه يجب على الكفارة ولا يجب على القضاء ماذا لو مات قبل القضاء؟ لو مات قبل أن يخضي ما قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة في الصحيح مسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه إذن أي إنسان يصوم مات وعليه صوم يصوم عنه أحد أقرباءه أبناء أولاده أخوته أي قريب من أقربائه يصوم عنه فإذا ما فيش أحد من يصوم عنه بعضهم يقول يطعن عنه كل يوم مسكين لأنه قد بدل عنها ومنهم من يقول يطعن افتدان لكن الراجح ما دام قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من مات وعليه صوم فصام عنه وليه ينبغي على الأولياء برا به وخاصة نولغون بالغرم قد معي يرثوه وعي يكون يستلم رتباته وعني الآخرة فهذا يكتضي أنهم يطعموا عنه يعني يصوموا عنه وهل يصوم عنها واحد ولا يصوموا عن مجموعة ما فيش مانا فيه قضاء رمضان أنهم يجتمعوا الأسر كلهم لهم مثلا حتى ثلاثين واحد وصاموا كل واحد واحد يكفيه عن الثلاثين اليوم وهو أفطر الثلاثين اليوم ضلان ولا عشر أيام يجتمعوا عشرة ولا مثلا خمسة يصوموا يومين وهكذا يعني فلا مانع أنهم كلهم يصوموا ويقضي عنه الأسرة نعم أيضا موضوع الحج والعمر عنه عن هذا الشخص الذي مات وخاصة الآن قد ظهر بعضهم يعني مجرد ما يموت الشهيد يصير بعض الناس يتبرع له بعمره ويتبرع له بحاج إلى آخره وهذا فيه سعى بل هذا هو من البر والصلة أنه إذا مات هذا يذهب يحج عنه حتى ولو لم يوصي ولو لم يوصي فهذه من القربات والطاعات التي هي كانت عليه إما أنه كان لا يجب عليه لعدم القدرة المالية أو الظروف والأوضاع التي مرت به لكن من ناحية الشرعية هي كانت مشي واجب عليه لكن لو أن شخصا قام بها عنه إن شاء الله أنها تجزئ وأنها تصار إذن الله شكرا لكم شيخنا الكريم على ما أفدتم وأجدتم في هذه المواضيع المتعلقة بالإفطار في رمضان من أجل الحرب ومن مات قبل القضاء والحج والعمر عنه أيضا تحدثنا في المحاول السابقة عن اقتناز الأغنية للأموال وصرفها الزكاة في مصارفها ورمضان هو شهر العطاء وشهر البر وشهر التراحم وشهر أن نبحث ونتلمس فيه واقع الفقراء وما أكثرهم في هذا الزمن وفي هذا الواقع البئيس الذي يعيشه اليمنيون مع الأسف الشديد مشاهدين الكرام وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج البينة نشكر ضيفنا الكريم فضلت القاضي الشيخ الدكتور محمد الوقشي والشكر ووصول لكم مشاهدين في أمان الله ورعايته رسالة دين ومعاني عظيمة سبيله دل السالكين وبينا رسالة دين ومعاني عظيمة سبيله دل السالكين وبينا فتعبد خالقك على بصيرة وتشكره لما هداك البينة دقائق فيها تصبح النفس آمنا تصبح النفس آمنا خواطر تبيان جواهر كامنا 기에 تقرير العظيمة اشتركواavin اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة